الجيش السوداني يستعد زمام الأمور بقيادة رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حيث بدت إحداثيات المعركة لصالح الشعب السوداني ضد الميليشيات العابثة منذ سنوات مفارقة تطرح تساؤلاً جداً حول الظروف والأسباب التي سطاع من خلالها السودان أن يخلق حالة انفراجة في حربه وأزمته بينما لا يزال الملف اليمني واجماً دون تحرك جاد وفعال مراقبون يرون بأنه عوضاً عن استعادة الدولة المختطفة بيد ميليشيا الحوثي أصبحت البلاد دولاً وجمهوريات متعددة وجزراً منفصلة تقاسمها قوى مختلفة تدعمها أجندات خارجية وإقليمية إذ أنه لم يعد يخفى على أحد حجم الكنتونات المسيطرة اليوم على جغرافيا اليمن والمنافذ البرية والبحرية إلى المطارات والقوى المتشكلة عاد الحكومة الشرعية التي لا تمتلك جغرافيا ولا منافذ ولا قوى عسكرية ولا قبلية تقاتل بها وتستعد زمام الأمور بحسب خبراء بدى الموقف في الحرب السودانية حازماً من قبل المكونات السياسية والجيش السوداني إضافة للجهود التي بذلها البرهان ووزير الخارجية لتبني جهود وقف الحرب بعيداً عن التدخلات الخارجية ومخاطبة مجلس الأمن لتصنيف ميليشيات الدعم السريع كجماعة إرهابية تعرقل السلام محطة عدة مر بها الصراع اليمني منذ دخول الحوث صنعاف في أيلول 2014 شملت عزل الرئيس السابق هادي وتعطيل الدستور إلى الإعلان عن تشكيل مجلس ثوري حوثي ثم إطلاق تحارف عسكري من عشر دول تقوده السعودية مروراً بمحادثات السلام الأممية والهدى وأخيراً إعلان تشكيل مجلس رئاسي من الرياض غير أنها فشلت جميعها في تحقيق انتصار لشرعية والدولة اليمنية بل وزادت من تعقيد فرص السلام أكثر وبدى الجيش الوطني محصوراً بمعارك متفرقة ضمن تضحيات متكررة لقيادات ونخاب وطنية كثيرة دون وضع حد للعباث الحوثي وأطماع الإقليم والخارج تشض غدت معالمه جلية على قرارات الدولة والسيادة والحسم العسكري لاستعادة الجمهورية فيما يقف مجلس الأمن متخاذلاً ومتحججاً بغياب الإدارة المشتركة عن المعركة الوطنية لإنهاء وحلحلة الأزمة اليمنية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر